موسيقى مرحبا اليوم التانين 16 كانوا نتاني حلقة جديدة من برنامج اخبار صباح ويلي فيها جاربالة امسية موسيقية بمتر المدينة اضاءة على نشاط لبيروت اون ايس بالتعاون مع ايراب وتجمع الرهبانيات النسائية بلبنان واكيد غيرها من التقرير اما ضيوفنا الفنان نهالي رزالة لنحكي معه عن الامسية الغنائية يلي بتجمعه مع ياسمينة الفايد نهار ثلاثة بكرة بمتر المدينة وايضا دكتور اسعد عيد استاذ وباحث بامراض السكري ومضاعفاته لنحكي معه عن اهمية الابحاث الجديدة حول هالمرض اتصال مباشر مثل العادي بالبداية مع مصلحة الارصاد الجوية مدام مونة عمر العزي مانا على الخط صباح الخير صباح النوت كيف فيك ماشي الحال الحمد لله يعني اخدنا بريك شوي من الشتي اي لاي متى يعني من ضيان مش قبل 4-5 ايام اها اوكي يعني من بارح كان شوي شوي عم بيتغير التقس واليوم بيجلس بعتقد تماما تماما فضلي اليوم رح يكون قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة اه بشكل محدود خلال النهار بكرة كمان قليل غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة اوكي الاربعة في استقرار بدرجات الحرارة ورح يكون قليل غيوم اوكي نحن يعني انتل ما قلتلك على اربعة ايام خمسة ايام تقس مستقر يعني مع ارتفاع شوي بدرجات الحرارة هكي الحال بعد بكير بس بالويك اند اللي جاي مع انا بعدنا التنين بس انو مبين محيك شي من هلا للخميس تات اوكي اوكي جوابتيني بطريقة كتير مهزة اوكي درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم على السحر بين سبعة واثمانتعاش على المرتفعات من الثلاثة لاثناش الارز من نقص الثنين لثماني وبالبقاء من واحد لثلاثة عشر وارتفاع بكرة وارتفاع اللي بعده اوكي 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 شكرا لقالك مدام يعطيكم العافية منحكيكم اكيد بكرة صباح الخير بيارات صباح النور جوال لقالك ولكل المشاهدين شو عنوان الصحف بيروت مع بداية هالأسبوع جولة بنبدها هلا جولتنا اليوم بنبدها مع عناوين صحيفة النهار هل تفترض ادارة النفط سياسة مالية جديدة قطار التشريع ينطلق من دون مشاريع قوانين الانتخاب وعلى الستين يا بطيخ اشتباع العصر اليوم في وزارة الداخلية للبحث في التصدي لطيور المطار تجدد المعارك في وادي بردة وداعش يتقدم في دير الزور وضمن افتتاحية النهار لليوم بألم نيلة ويني تحدي لبنان في تفادي عواصف اقليمية وبعنوان اخير مؤتمر باريز اكد حل الدولتين الفلسطينيون رحبوا ونتانياهو اعتبره خدعة مؤتمر تجنب الاشارة الى موقف ترامب حول نقل السفارة من تل ابيب الى القدس من صحيفة النهار من انتقل الى عنوين صحيفة الحياة مؤتمر باريز يتبسك بحدود السبع وستين اساسا للحل البيان والختمي تجنب الاشارة الى نقل السفارة الامريكية الى القدس الامبراطور والقيصر والمجانين مقالة بصحيفة الحياة لليوم اما بالعنوين الاخرى خلافات سياسية تعرقل مع كركات غرب الموصل اعترض على دور الحشد الشعبي وتحفظات تركية وشروط كردية انهيار هدنة المياه يعقد ترتيبات استانا اختراق سريع لداعش في دير الزور وموسكو تعزز قاعدتي اللاذقية وترطوس تهران ترفض التفاوض مجددا على الاتفاق النووي حجبت موقع وكالة الانباء السعودية الحكومة اليمنية تشترى الضمانات لمفاوضات مع جماعة الحوثيين وبالعنوين الاخرى اعدام ثلاثة بحرينيين دينوا بقتل رجال امن وبالصفحات الدخية بالحياة لليوم رؤساء اركان 13 دولة يؤكدون التزامهم عملية العزم الصلب اسقاط طائرة لحفتر فوق بنغازي طه حسين ساند الاتحاد السوفيتي ضد النازيين وبعنوين اخير اتا تيركي تراجع في مناهج التعليم التركية تركيز على المواضيع الشرعية من صحيفة الحياة منتقل الى عنوين صحيفة المستقبل مؤتمر باريز اجماع دولي على حل الدولتين ترحيب فلسطيني ورفض اسرائيلي وكاري وايرو ينتقدان نقل السفارة الامريكية الى القدس اربيل ترفض املاءات طهران باغلاق القنصلية السعودية معنويات داعش في الموس المنهارة والقوات العراقية تستعيد حي الاندلس مجزر لقوات الاسد في وادي بردة روسيا تطور قواعدها في سوريا والرئيس الامريكي يصف وضع حلب بالمريع العصفور الازرق يلوح بفضل ترامب وبالعنوين الاخرى بصحيفة المستقبل الى اليوم مباشرة ترامب لمهامه محك اساسي لمسارات لبنانية وسوريا استبقت وصوله زمن العلاقات العربية الجميل ثلاث سنوات والمحكمة تحاصل القتلة وبعنوين اخير لبنان على خطة فرنسا وامريكا وبريطانيا وكندا سلامة الطائرات اولا من تال الى عنوين صحيفة الانوار صمت حكومي على صيد طيور النورس وبقاء مكب النفايات مؤتمر باريز للسلام يتحدى اسرائيل ويدعم حل الدولتين في فلسطين لبنان طالب بادراج حق العودة في بيان مؤتمر باريز جنبلات يبلغ الكتل رفضه النسبية وقانون المختلط وديما بالانوار انفجار سيارة بمدينة الباب السورية ومواجهات في وادي بردة القوات العراقية تبحث عن الدواعج في مباني جامعة الموصل وختيما كتب المحلل السياسي لليوم المطلوب فتح الدفاتر ومن يغطي قبل كارثة المطار من صحيفة الانوار الى عنوين صحيفة اللواء مجاهرة جنبلاطية بالستين ومجاهرة شيعية برفضه خليل يلوح بالشارع اذا غابت السلسلة عن الموازنة وسلامة الطيران تنتظر اجراءات الحكومة خدم الحرمين للمفتدريان الدعم السعودي للبنان متصاعد تدهور ميداني في وادي بردة وقذائف النظام تطارد المدنيين تقدم لافت لداعش في دير الزور رغم عشرات الغارات الجوية عباس يلتقي الباب فرانسيس ويفتتح سفارة فلسطين في الفاتيكان قد نسحب اعترافنا باسرائيل في حال نقل السفارة الامريكية للقدس وبالعنوين الداخلية ويك اند ابيض بامتياز والتقص الى تحسن وختيما رؤساء اركان التحالف يؤكدون مساندتهم لعملية درع الفرات نوصل الى صحيفة البلد وبالعنوين العريضة لليوم اسبوع تشريعية قده بري وجملات يستنفر ضد النسبية معارك وادي بردة تتجدد وداعش يحاصر دير الزور القوات الخاصة تمشط جامعة الموصل وبالعنوين الداخلية اين اصبح ملف المركز الطبي التابع لقوى الامن الداخلي اللقاء التشاوري لحضور فاعل للمؤسسات العسكرية في البقاع وختيما الصورة عم نشوفها من مؤتمر بريز والعنوين الحل بالحل من صحيفة البلد بنوصل الى الصحف الاجنبية وبداية ترجمة لعنوين صحيفة دايل ستار لليوم وبابرز العنوين عون يصر على قانون انتخاب جديد لكن بري مشكك قمة بريز توجه رسالة لاسرائيل وترامب وعنوين اخير مدير السي اي اي يحث ترامب على التكلم بحذر من تايل ستار الى ترجمة لعنوين صحيفة لوريون جور صيد النورس عندما يكون الدواء اسوأ من الداء عندما تسكن انتخابات التشريعية الطبقة السياسية وبعنوين اخير ودي بردة يشتعل من جديد من لوريون جور منتابع جولتنا وبصحيفة الشرق الى اليوم نورس المطار من الحبي عمله ابي الحريري يرحب بمقررات مؤتمر بريز لا للتوطين مؤتمر بريز الحل بالدولتين الصراف السعودية كانت وستبقى قبلة العرب مؤتمر الرياض القضاء على داعش وبالعنوين الاخرى مجلس الوزراء في السراي الاربعة ب32 بندا وبالعنوين الداخلية المعارضة تستعيد مواقعها في بردة الرياضي يهزم الحكمة بفارق 30 نقطة ومن انتقل الى صحيفة الشرق الاوسط وبعنوين اليوم مؤتمر بريز يتمسك بحل الدولتين شدد على اهمية مبادرة السلام العربية وعلى حدود 67 اساسا للحل التحالف ضد داعش يبحث تعزيز المشاركة العربية والاسلامية البحرين اعدام ثلاثة مدانين بالارهاب الحكومة الاردنية وزراء الخارجية والداخلية ابرز المغادرين الفصائل تتجاوز خروقات الهدنة وتشارك في استانا روسيا تضمن مصالح اسرائيل قبل انطلاق المؤتمر وجولتنا من اختمام طليل عادي مع صحيفة الجمهورية يلي عنوانت لليوم اسبوع تشريعي انتخابي بامتياز لقانون على قياس الوطن والصورة اللي عم نشوفها هي للبطريارك الراعي وهو عم بيترقس عفوا الديس الاحد مبارح ببكركي وبالعنوين الاخرى تعددت الاسباب والبطالة واحدة قضاء دير الاحمر حلم يتحقق بهمة رجال الدير ليلك فرشيمة اعترافات الام تفتح المستور وختيما تعادل ينايتد وليفربول في قمة الدوري الممتاز وبيصير اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار تنين ملحق خاص بالمحركات نحنا وصلنا هلأ لختيام جورتنا على صحف اليوم رح نتوقف هلأ مع بريكي عليني ومن بعض جولي على أبرز المواعيد الثقافية والفنية مع جوال تلكون معنا رح نعمل جولي على أبرز المحطات الفنية والثقافية ومن بعد غياب أربع سنوات بيرجع المخرج والمؤلف اللبناني مارك اداح إلى المسرح بعمل مسرح جديد بيحمل عنوان دولاب مربع ومثل العادة مثل بكل أعماله مارك اداح بيحكي عن واقع الشباب اللبناني المسرحيين طلقت نهار سبت الماضي 14 الشهر ومشتمر عرضة لغاية 4 عشبات على مسرح مدرسة الفرار بلجم ميزة ابتداء من الساعة 8 ونص المساء بشي كتير سئيل لاوي مكعوم بنام وبقوم لبن وتوم تدوم تدوم من سقلان وهيك قبلان عم بيمشي التران مدر لوان ماشي الحال ماشي الحال بطاك تضوّل بلاك لو ما كنت مقروض يا خيّة ما كنت عمل حل غنيّة يا سلام على السلام يا سلام بالليل حرامي بيّع كرامي بالنهار شهيني بيّع صرامي وانهار فات بسرّب عالبيت البطل ممات اذا انا عمشوف الكليب الخاص بالمسرحية اللي بتحمل عنوان دولاب مربع ويلي مستمر عرضه على غاية 4 عشبات على مسرح الفرار بالجم ميزة للتوعي من مرض الهيموفيليا بتنظم الهيئة اللبنانية للهيموفيليا عشيها السنو الخيري وضيفه السن الفنان جيما نوكيان بسهرة بتحمل عنوان باند ايد is not enough جيما نوكيان and his باند ايد الثلاثة وعشرين شباط ابتداء من الساعة تسعة بـ The Legend Hall بنهر الكلب اشتركوا في القناة من المحطات الموسيقية الى المحطات الغنائية كارول سمحة بعمل استعراض جديد بيحمل عنوان كارول ألا شاندال السبت 18 شباط ساعة 8 ونص المساء بأصل مؤتمرات بطبي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة بقناة اشتركوا في القناة ويرابت اشتركوا في القناة غورني وخذي لعيونك قد فيه عيشت ليه مثلنا قان علي قان علي منتابع كمان مع اخبارنا مؤسسة كرز وليمون التابعة لجامعة الايو بي بتقدم ضمن برنامجها الاسبوعي الموسيقى غسان يمين صاحب مدرسة يمين للموسيقى نهر الاربعة تمنتعش الشهر اما بعروض الافلام رح بتم عرض فيلم بيحمر عنوان بالزاك اند الليتل تشاينيز سيم ستراس انتاج عام 2002 العرض لالفين منها الاربعة خمسة وعشرين الشهر ساعة سبعة المساء مع ترجمة للغة الانجليزية وكلها النشاطات عم بتصير ضمن الايو بي الومناي اسوسييشن كلوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 صباح النادي يا عز أهالنا يجعل صباحنا صباح هيادي ويحيينا ونقى علينا للسنة الثانية على توالي بتنظم جامعة الانديو ليبانيز بايب أورج نويك أسبوع مخصص للبايب أورج يلي عم بتنظمه إذن جامعة سيدة الويزة بمحطات خمسة بتنطلق أول محطة نهار الأحد بتسعة وعشرين شهر بكنيسة الأيقون العجائبية للأباء العزائريين بالأشرفية مع جان كريستوف جيزار وبيستمر المهرجين لغاية نهار الأحد خمسة شباط وأكيد تباعا نرجع منذكر بأبرز المواعد وبخبر أخير رح مروح إلى خارج لبنان إلى مسرح الأولمبيا بالكويت يلي تم إنشاؤه حديثا ويلي عم بتتم الاحتفال بإنشاء هالمسرح على مدى سهرات وليلة كتيرة برازن مع الفناني ماجدة رومية اللي رح تعطينا موعد على خشبة هالمسرح بعشرين شهر المقبل ابتداء من الساعة تسعة المساء والفرق المسئية رح بتكون بقيادات المايسترو لبنان بعلبكي رح تذكر أنه عدد من الفنانين لبنانين والعرب اجتمعوا بافتتاح هالمسرح وإذن نحن على موعد مع الفناني ماجدة رومي بعشرين شهر هيك مكونوا سننا لختم جولتنا على المحطات السقفية والفنية رح نرجع لعند البيارات نعرف أكتر عن أحوال طرقات اليوم التنام بداية الأسبوع المعاون رقوف أبو العز من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهي اتدارة السير معنا على الخط لنأخذ منه تفاصيل أكتر عن حركة السير بيها الأثناء كيف عم تكون على ما داخل العاصمة وداخل بيروت صباح الخير صباح الخير يعطيك للعافية يعطيك ألف عافية تفضل يعني حركة المرور الصباحية مع بداية الأسبوع ناشطة إلى كسيفة وخاصة على مداخل العاصمة اللي عم بيشت فيها المدخل الشمال بهالوقت حركة سير كسيفة على أوتسترات جوني حتى جسل الأوكال كذلك بتكمل كسيفة منطبية باتجاه النقاش انتلياس تباعا حتى الدورة الكارانتينة نعم بوليفارت إنه لفيه الحركة تسير ناشطة على الإشارات الجديدة للإتحاد خباز باتجاه الصلومي وبتكمل ناشطة باتجاه الحيك نزولا حتى جسل الواطي نعم المدخل الجنوبي للعاصمة عم بيشت فيها حركة سير كسيفة على أوتسترات النعمة باتجاه خلدي حتى أنفق المطار كذلك خلدي الأوزيعي أما المدخل الشرقي في حركة سير ناشطة من كوي عرية باتجاه الجمهور نزولا حتى الصييد كذلك الأمر بالنسبة لمحور كفرشيمة الحدث بالقاليروس معان وبالنسبة لضمن شوارع العاصمة عم تشهد حركة سير كسيفة من المدينة الريادية باتجاه جسر الكولة ونفق سليم السلام وكسيفة أيضا على أوتسترات الياس الهريوي باتجاه الأشرفية أخيرا من جيدة عمر بيهام باتجاه بشار الخوري تبيعا حتى وسط العاصمة جميلا هذا فيما خص السير لليوم نعم بالنسبة لأحصاءات حوالة السير بال24 ساعة يلي مضت حوالة السير خلال 24 ساعة الماضية تسجل 13 حادث كانت نتيجتهم 15 جريح ووفاة شخصين للأسس نعم وبالنسبة لمخالفات السرعة مخالفات السرعة 812 مخالفة سرعة زيادة نعم أكيد منطلب من السائقين التروي والحضر أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعة المحددة على الطرقات تجنبا للحوالس وحفاظا على سلامتهم وضع الطرقات الجبلية طرقات الجبلية مبدئيا طريق ظهر البيدر سلكي أمام جميع السيارات نعم أما بالنسبة لبقى الطرقات الجبلية منطلب من المواطنين الاتصال على الخط السيخن 17-20 أو 112 للتأكد من حالة الطرق قبل سلوكها ومعرفة أوضاعها إذا كانت سالكي أو غير سالك نعم مو فيه ونتابعوكم على مدار الساعة كمان على حسابكم الخاص على موقع تويتر التأمسي لبنون صحيح صحيح أجملاً هذا كل شيء لغاية الساعة نتشكرك على وقتك المعاون رقوف أبو العز ومنتمنى لك بداية أصبح حلوة شكراً أهلاً فيك رح نتقف الآن مع فاصل تاني ومن بعده من تابع أخبار الصباح ومثل ما ذكرنا ضيفنا لليوم فنان إيري رزق الله نحكي معه أكتر عن الأمسي اللي يحتج مع عمال فنانة ياسمينة الفايد بكرة بمترو المدينة تلكم معنا صباح الخير طيور النورس كشفت المسطور والآتي أعظم مسبح بالمطار تربية دواجن وللفضيحة تتميه ولا يكمل النقل بالزعرور موسم صيد وإبادة النورس فتح أبويبو ولهوات الصيد تيرو مجاني بمطمر الكوستابرافا وكأنه ما بيكفي خطر السلام العامة والخطر البيئي ليسجل لبنان خرق للاتفاقيات الدولية لمنع صيد طيور النورس لأن فيات العشوائية مطامر عشوائية وحلول عشوائية ودخلك يا طير الوروار نبتعد عن الحاضر يلي عم بيحصد سنوات متراكمة من الفشل والسفقات لنروح بمشوار موسيقى مع التراث الأرمني بأسلوب عصري فرقة جارابالا يلي بتهدف إلى تجديد التراث الأرمني لإيصاله إلى شريحة كبيرة من الشباب قدمت أمسية موسيقية منوعة من الأغاني بلغات مختلفة على خشبة مسرح مترو المدينة تفاصيل أكتر عن هالعرض رح منتبع بهالتقرير مع الزميلة بوشرة عبد موسيقى موسيقى ليحافظوا على الإرث الأرمني مجموعة شباب انتهجوا طريقة عصرية لتجديد تراثهم عن طريق توطيع أغاني قديمة بطريقة جديدة وبلمسة شبابية فرقة جارابالا كانت حاضرة على مسرح مترو المدينة بأمسية مميزة ومختلفة موسيقى الأغاني قديمة محبوبة عالقلبنا إذا هني جددوها معناتو عم نجدد الدم يلي عنا يكامي وليش لا موسيقى نحن رأينا عصر بوشرة نحن نفع الشباب نعام جمعís تناولراءة العمني نحن لدي بعض لا تعلم الزمتالة لكن نحن نضع نضاف الشباب وأجتب انتصال على السنة ثم يكونوا يتبايا ونحن نريدهم أرجح الانتباه يكونوا كتير مبسوطين لأنه بيعرفوا معظم أغانينا صاروا وبس يكونوا عندنا غنية جديدة مثلاً كماناً They're very excited to get to know it اللي ما بيفهم أرماني فيه يتمتع بالموسيقى الكلمات فيكتر كمان ما بيفهموها لأنه هنه كلمات كانوا يستعملوا بالضياع فما حتى تأثر إذا الشخص أرماني والله المهم حالاً لازم يتمتعوا الموسيقى ويبجي حالاً مجموعة أغاني بين الأرماني الفرنسي الإنجليزي والمغربي قدمتها الفرقة بعرضات تانية لمدة ساعة ونص من الوقت موسيقى ويجددون وفي ناس they are applying for the band وعم بياخدو نيو performers معاهم بيمزوج بين بين تراث الأرماني و نيو يعني old traditions و modern modern touches وهيدا تاني مرة عم أحضروا أنا كل شي فرقلور بيهتم في حياة وهيدا أول مرة بشوف رقلور أرماني أفيلبل هلا بالمنطقة فاجد شوفه ساعدت بلز متل قربالة للشباب يسمعوا أغانيهم الأصلية اللي كانوا بيسمعوا أجدادهم في عام أغانيهم كل لون هنا ياني يهدن في عام أغانيهم موسيقى منتابع مع أخبارنا ومنتقل من المستئة إلى رياضة التزلج على الجليد الطبيعي مع بيروت أون آيس يلي أطلقت موسمة بحلبة التزلج على الجليد بمجمع السيتي مول من خلال نشاط إنساني مخصص للأطفال بمشاركة جمعية إيراب وتجمع الرهبانيات النسائية تقرير بلد دو موسيقى موسيقى عام 2012 بدرت جمعية بيروت أون آيس إلى إدخال رياضة التزلج على الجليد الطبيعي إلى لبنان ومن 2012 وحتى اليوم نشاطات مختلفة تقام بكل فرصة للتشجيع على ممارسة هالرياضة بلبنان هالمرة النشاط كان هدفه وعنوانه بالخط العريض إنه هالرياضة ممكن تكون بمتناول كل أطفال لبنان إن كانوا قادرين أو غير قادرين مادياً على التمتع بالأيس كايتينج سيكونوا الولاد معنا اليوم عم يمسطوا ويطروا عشرين ويلعبوا مع المونيترز طبعونا سيكون عم بحقلهم مثلهم مثل بقية الولاد كل سنة يعيدوا ويفرحوا بهذا العيد بمشاركة كل من جمعيتي IRAP وتجمع الرهبانيات النسائية بلبنان بدارت بيروت أن آيس بإطلاق موسمة لها السنة بحلبة التزلج على الجليد بالستيمول بنشاط مخصص للأطفال والعيال يلي بتهتم فيها هالجمعية وهي شوية صعبة بس بدها مساعدة ولما الشخص يتعلم مصبوط ساعتها بيصير فيه يعمل رياضة بشكل مسحيح هالمبادرة كسرت كل العوائق الاقتصادية يلي وقفت يوما ما بوجه الأطفال يلي حلموا لأيام بالتمتع بهالرياضة أو فكروا للحظات أنه من غير الممكن أنه يقدروا يحققوا هالحلم أطفال مدعوين وحتى صحفيين وإعلاميين دخلوا الحلبة برفقة أطفالهم ليتمتعوا بأجمل تجربة ضمن المعايير العالمية للحلبة وضمن أعلى مقيس الحماية والسلام العامة عودت بيروت آن آيس كل سنة بنشاطاتها المتنوعة ما هي إلا جزء من إيمانة بضرورة الاستمرار بلبنان لعكس أجمل صورة عن هالبلد وعن المجتمع اللبناني يلي يؤمن بالإنسانية بشكل كبير موسيقى 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 اشتركوا في القناة ليش تجافيني تستاهل ايه والله اخطيت بحقك لا توخزيني اه لا توخزيني تاني مرة ما تخطيش انا مسكين انا درويش من غيرك ما بقدر عيش انا مسكين انا درويش من غيرك ما بقدر عيش حسن الله حكيم ما بقدر عيش ما بقدر عيش الكرمى الالله وحسن الله ما بقدر عيش كنا عم نشوف سوى جمال وطروب وبكرة ابتداء من بكرة رح نشوف شادية وحليم على خشبة مسرح مترو المدينة ولناخد تفاصيل اكتر من رحب الفنان اليرز الله صباح الخير الير صباح النور واهلا وسهلا فيك معنا بسودو اخبار الصباح حطنا اكتر باجوئه الامسيات اللي عنجاد عم تكون مميزة كتير بمترو المدينة وهالدوية اللي عم بيجمعك مع ياسمينة الفايد يعني قدمته قبل جمال وطروب وهلأ عم بتحضره بس عنيدة ممضيش ممضيش وقدمته عصره بكرة بطروب عنيدة انا ما رحب مش عديش رحب هتكون مفقع لقلبها اهلا اهلا هيدا البروجيب جديد يعني انا وياسمينة اكترحنا على المترو و الاخراج رح يكون لهيشان مجابر رح يكون مماثرح يعني مش انه كالغنية الى جوة فيه البروجيكسون فيه اخراج يعني مش انه هايك واقفين كالمطربة ومطربة في أشياء لا إلي في أشياء مشتركة أنا ويها جويتو يعني لي أكيد حضرتوا ريبرتوار من قبل وعم تتمرنوا كرميل هيدا المسرح طبعا عملنا كتير في تروفات كمان مثل شو ريبرتوار؟ شكرا ليه بتجمعكم سوا في أكيد حاجة غريبة يعني لكل الناس نطرين أو في تعالي أقولك وفي أشياء هي الشادية غنتهم من أفلام هي وحليم أو عبد الحليم كمان في أشياء يمكن أشياء مش كتير متداولة على السماء أكتر ممكن مثل الأغاني لا أنا الأشياء طبعا الأفلام أكتر الأفلام القديم والجو حتى رح يكون فيه مثل ستنج يعني بيشبه الأفلام يعني بطريقة كيف قاعدين كيف لابسين وفيه تغيير كتير ملابس وهيك يعني فيه مهضوم رح يطلع بتصبر إن شاء الله يعني فيه عرض يعني مش إنه بس وقفين عبد الحليم ورح يكون فيه عرض وكل غنيه فيه إلا أكسسواريته أو الكربس طبعا طيب نحن رح نسمع عشاد يا عبد الحليم بحاجة غريبة ومنرجع من كم حديثنا حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة الدنيا لها طعمي جديد حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إنه ده المعين ونحسد دنيا غربانا ويا نبلل كل سعادا ايها فرحا حلوة تعنا ي وحلوة حلوة تعنا يوحلوة سكرها ثيادا لها فرحا حلوة تعنا يوحلوة لو انها سكرها زيادة انت عارف ليه قولي انتي ليه علشان احنا مع بعضينا والاول مرة وحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا حاجة غريبة حاجة غريبة احنا عادي بالسيارة مالت ورا مهضمين يعني طالعين وهيشام عنده نظرة حلوة والمترو عنده جوه صار معروف شو جوه طابع معين وياسمينا سلما عليها ملكة المترو كيف عم بكون التحذير عم تتمرنه مين معكم بالفرقة في معنى أربع موسيقية نيدال أبو سامرة عم بيشتغل بيانو وساكسوفون في عادل من آرة جيتار جيتار كلاسيك في إقاعات بهاء داو سمح بالمناع وسمح بالمناع كورديون يعني هل الموسيقين اللي عادة تبكين موجودين معك؟ لا عادل ونيدال مش دايما بس بهاء وسمح دايما هن بالمترو قديش هالتعاون إنو تكرروا التعاون أورادي مع ياسمينة قديش هيدا الشيء اللي صار يعني أنت وياها بس تكونوا سوا على خشبة المسرح قديش صرتوا مرتاحين قديش صرتوا بتعرفوا لبعض أكيد ياسمينة صديقتي من زمان يعني من زمان كنا يعني كنا نغني مع زياد سحاب وفي صداقة قديمة ومع العالم كل شيء وبعدين هلأ العمال الفني بيصير أحلى قديش هيدا الشي بيصب لصلاحكم ككوب الغنيئة في راحة بالتعامل وأنا بحب لها طبعة وحب لها كل ستيلة وشكلة طيب من أمسيات سيبقى رح نسمع لأيلك هلأ لا 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 تنغشي بسيارة عم تلمع و تلالي لا 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 ولا تنخت عيب عمارة عم تشمخ بالعادي لا 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 تنغشت سيارة عم تلمع وتلالي لا لا ولا تنخت عيب عمارة عم تشمخ بالعادي صاحب هالسيارة يمكن مش حساس مالك هالعمارة أجرها للناس صاحب هالسيارة يمكن مش حساس مالك هالعمارة أجرها للناس لكن قلبي ملكك انتي وما بعمره تأجر انا قلبي اكبر وحناني اكبر انا قلبي اكبر وحناني ما قداش في ناس بكونوا مش عارفين انو هالاغنية لامحمد جمار مساء او غيرها من الاغنيات ان انا هالا اتفجأت بس ادي بين المصر واللبناني وين اهوان بالنسبة لك لانه هالا عم نسمع لبناني انا معروف بالمصر يا عبدالوها وابد الحليم وعملي كتير اشي بتتذكروا مع دكتور فياد جون فياد على البيانو صح حفلت كمان غير مع أوركاستر اتفجأت صراحة هكي استغربت بس انا بحبه محمد جمال والصوتي يعني نفس من فاصيلة الاسوات البريتون يعني اللي انا بحب هيدا الصوت بحب غنيله بحب شو عامل محمد جمال كتير كتير بقى هيدا البروجيه مع متروفون وقته عملناه اوكي يلا رح نسمع هلا رح نسمعك عمد غنيله عبدالحليم بما انا متحب المصر ياسا نساك وتريني من سجفاك واشتق لي عذابي معاك والقدم عيفك كراك ارجعتني اهواك نساك وانساك ياساك وانساك ياساك وانساك وانساك ياساك وانساك واشتق لي عذابي معاك والقدم عيفك كراك في لؤاك الدنيات ييني معاك ورضاها يبقى رضاك وزعتها ميهن في هواك في هواك طول حرماني هون شفناك فأزعن بأمسي ترابيدي وجه الآخر وجه الآخر كنت اسمع لا لا هي هو أقول أنه بين اللبناني والمصر هذا الوجه الآخر فكانت الأمسي يسمع لا 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 هذه كانت اسمع كنا مسامينة يوم من عمري وين كنتوا هون بالبريت لا هادي مترو بمترو المدينة بس بريت دائما بعمل كمانا بكون عندك خفلات كمانا مع أوركستر غير كمان ألي في مشاريع لديو جديد في هلا مشروع كمان يعني هذا أنا وياس بينا بس بعد ما حكينا فيه كيف بتنقل فنانين بنقعد ويكون أنا براسة شيء أو هي براسة شيء بنحكي بعد ونبلش بحث وقدي بتحتروا أفلام يعني مثل هلا تنقول شادية وحليم قدي بتجعب تسترجعوا هالأفلام المنيح نصار فيه يوتيوب يعني من الزمان أول ما بلجت غني كان صعب يعني تتعمل الرشارش هلا كتير سهل سوف بتتذكر أنه أنا بصغير جيفي هيدا الفيلم مع فاتن حمام مثلا شو غنى فيه أو مع شادي أو طيب نحنا بنعرف أنه فيه لما تنقل فنانين اتنين أنت فنان وياسمينة فنانة أوقات يمكن لو كنتوا بتحبون بس ما بيلبقوا أنه تجمعون سوا بتصير تتعدى للفكرة بشكل عام اللي عملناه لحد هلا هن فنانين عملوا إشياء سواق يعني عم نستعد هذا الشي مقصود أنه يكونوا عاملين أعمال سواق عم نستعد شي قريب للسامع والناس بتحبه بتحبه ما هو نحن الحمد لله يعني بها البلاد العربي مقضينا بالذكريات لأنه عن جد كله كان حلو قبل وهلا عم نخسره يعني من شاك بس تعرف كمان أنه منيح أنه المترو صح عم بيقدم فنانين جديد وقيم يعني عروض عم بتكون نوعا ما حديثة وعصرية بس كمان عم نرجع نسترجع الزمن الجميل طبعا من خلال هالأمسيات اللي عم نستعد بالمترو يعني هو هذا هدف المترو كمان يعني يرجع يستعيد هالأشياء المنسية من خلال فنانين شباب أكيد طبعا أكيد يلا منسمع بعد نحن سمعتوا والناس منسألوا إيه التغنيتوا في ساعة والناس أقبوا ساعتين ومحطاس الإذاعة حزيعوا في اليوم نبتين فكرتيني فكرتيني يا سلام لو كانش دا حلم ونصير وحيبقى علم إمتى إمتى دا سؤلوا جوابوا عليك إمتى خايف من ناس يحرقوني هيدا مش نازلة بالربرتور لا هيدا لا طويلة يعني نقينا الإشياء طب إذا الجمهور طالب نقول بأخر الأمسية الجمهور بده يطالب ببعض الأغاني قديش أنتو أنت وياسمينا أنو مستعدين نمزو طالب الجمهور هذا العمل مش أنا بطعم بحفلاتي لحالي تكون أو شي بغرب من عيد مرتين وثلاثة وقت بس بإشياء هيك يعني ممسرحة ما في يعني اللي موجود هيدا هو يعني إذا في طالب كثير من عيد شي من اللي عملناه لأنه كمان بده يكون الواحد يحضر بس يكون عمي بروفر قال لي كيف عم بتلاحظوا الجمهور؟ شباب كبار؟ من الاثنين وأكيد الكبار في أكتر بهذه الحفلات خصوصا من عبد الحليم وشاد تردون لحنين الزمن الماضي يعني طبعا وحتى بجمال وطاروب كان كمان في من الجيلين بس في شباب يعني في عندك عنش شباب بحبوا يسمعوا حتى بكل حفلات وانا مغني العبد الوهاب بيكون في شباب نحنا رح نرجع نذكر بالموعيد هنا ثلاث موعيد لهالشهر مبدئيا صح بكرة بسبعة عشر ثلاثة اللي جاية ايوة ثلاث تلاثات وراء بعد ووحدة وثلاثين صح سبعة عشر أربعة وشرين ووحدة وثلاثين على خشبة مسرح متر المدينة البيبي بيفتح حت تسعة ونص المساء وعشرة بتبلش لهم صح هلأ سعر الحفلات تسعة ونص تسعة ونص لكانت تفتح لا بتفتح الأبوي بتسعة تسعة تير منح اوكي إلي أثبت هكي بتناموا بكير خفز الضيفة يعني نحن نتشكر حضورك معنا سلمنا كثيرا على ياسمينا وكل التوفيق لها لكم بهالأمسية المميزة شكرا على خليم شكرا لك نحن نتوقف اللق مع بريك علينة عنا تقرير بمناسبة العيدة 38 لتأسيس الحضانة التابعة لجمعية العينية بالطفل والأم كرمت لجمعية رجل الأعمال نزار الشئير على مبادرته الإنسانية بإعادة ترميم وتأهيلها الحضانة تفاصيل من تابعة سوا بهالتقرير ومن بعد بريك إذا خلية خربت هل مثل بيختصر مسيرة أصحاب الأياد البيضة اللي بيقدموا عمل الخير والعطاء الكريم والعنوان هالمرة كان جمعية العينية بالطفل والأم اللي احتفلت بتكريم رجل الأعمال نزار الشئير وزوجته الأديبة سهام الشئير تقديرا لمساهمتهم بترميم وتأهيل الحضانة النموذجية بطوابق الثلاثة مع بلوغة عامل 38 موسيقى 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 الخطوة اللي عمدولنا إياها يعني حصلنا ثلاث طوابق بالحضانة صارت حضانة نموذجية صدقيني أحسن من أحسن حضانة بالبنات بفضل بيت الشئير الله يرضى عليهم خلينا يعني هن ما بدهم يحكي فيهم عملين الخير لدرجة هاي المساعدة من الوالد والوالدة الله يتطول بعمرهم أنا هون يجي إذا بدك يعني داعين يكون موجود بس هدا شي منه يعني بعيد عنهم هن عمل الخير يلي نحنا تربينا ببيت الخير موجود فيه واتحلمنا الخير منهم بقى أنا بتمنى كل هالعالم اللي بتقدر تساعد هالجمعيات هيدولي يلي فعلا لو ما هالجمعيات اللي عم تشغل هالمجتمع اللي عم تشغل لكن الوضع الاجتماعي أسوأ بكتير أتمنى أن تكون كل أيام كهذا اليوم في أحنا من عمل الخير هذا هو الشيء اللي نحنا منغضو معنا بالنتيجة سيدات العنية واللجنة الحضاني عبروا عن مدى امتنينهم واعتزازهم بهالهبة السخية وأهل الخير اللي بيقدموا من دون حسب ثلاث طوابق الحضاني أهلونا إياها كلنا غيرناها وكلنا تزبطت وجددناها للحضاني كل شي بيقصت يعني كل شي لازم بيجوزارة الصحة طالبتوا للحضاني كلهم عمل بحضانتنا ألف مبروك وبيستهل التكريم والله يخليه ومدامته لأنه الحلو أنه بيعملوها هن ونسوين وهذه الشغلة اللي بتي كتير حلوة منتابعوا حديثنا هالمرة طبي وتحديدا عن مرض السكري مع دكتور أسعد عيد أستاذ وباحث بأمراض السكري ومضاعفاته أهلو سهلا فيك دكتور بأرقام سريعة رحقول أنه تقريبا 12% هي نسبة المصابين بلبنان بمرض السكري ومنها 12% 41% بس بتم تشخيص المرض عندهم صح والأرقام ممكن أكتر حتى أوكي بس المعروف أنه مرض السكري مئزي ومستعصي وحالته يعني عن جد سائلة بس مضاعفاته هي المئزية أكتر وهون حديثنا صح مضبوط نعم نحن يعني في حملة بلشناها بالتعاون مع عدة جمعات اسمها The Silent Killer بإنجلند عطوة بإنجلتر عطوة اسم The Silent Assassin القاتل الصامت المرض السكري هو عن جد القاتل الصامت لأنه الإنسان يصاب بحسب بعض العوارض الصغيرة اللي ما بتعنيله كتير أول ما يبلش يظهر عنده المرض بس وقت يروح عند الحكيم بيكون عن جد صرنا بالمضاعفات طبع السكر بكون حاس بشي يعني يا ما بقى في يقشع منيح يا بلش عن جد يحس بتنميل بإجره أوي أوي ما بقى يعرف شو هو أو كلوي ما بقى عبيم شو منيح يعني منوصل للمضاعفات اللي هون بيصير خطر مرض السكري هون نحن هيدا المشكلة الوحيدة بالمرض السكري أنه عن جد هو القاتل الصامت عند الإنسان ما بيعطينا انزار يعني بيعطيك انزار بس ما بيعطي انصار واضح ونحن كتير من نجاهلوا بحياتنا اليومية يعني أوقات ما منفكر أنه يمكن أنا بطلت مرتاح نام منيح بالليل لأنه عبطيك عديد مرات على الحمام بالليل أو عبطيك كتير وقت الأشرب بصير بيطلب جسمه مي أكتر حتى مش بس مي يعني بصير طالع بالأشرب كوكاكولا طالع بالأشرب شي موال سكرية فيها كتير سكر بحس أنه بتنميل إجراء هذا يمكن تنميل عادي ما هو يمكن يكون عادي ويمكن ما يكون عادي ونحن في لبنان عنا كتير اهمال لصحاتنا صراحة منهتم بكل شيء ما في فحوصات دورية ما في فحوصات دورية يعني مرة بالسنة نعمل فحوصات مرة كل 6 شهور من عمر معي يعني من عمر 45 وطلوع لازم نواحد كل 6 شهور يعمل فحوصات من 40 وطلوع وإذا كان السكر يعمل ويراثة بالعيلة إيه أو لا هيدا أكيد إذا عامل ويراثة بالعيلة كل إنسان عنده بعيلته سكرية يعني ومبين أنه يعني جده وسته وكلون هيدا لازم عن جد يعمل على طول فحوصات دورية هيدا أهم ما عامل بيخلي أنه الإنسان يكون عنده شخص كبير أنه يصاب بالسكرية على عمر معي تم المضاعفات تأذيه بعدين تم المضاعفات تأذيه ومنا نحكي نحن أكتر عن هالمضاعفات مضاعفة المرض لأنه هون معروف أنه نحن منعالج أو منرقلج نسبة السكر بالدم بس ما نتطلع كثير كما بالمضاعفات اللي هي بتكون قيت لأيام أكتر من المرض يعني المريض واللي معه سكرية هو مش بس هو يعني الحكيم بيوصف له قصصة ترقلج له معدل السكر بالدم يعني بيطلع ده معدل السكر بيطلع على المخزون السكر عنده بيحاول يرقلجه ترقلو اشتبع السكر بقلب الدم بيخففها تتبين المضاعفات بس لحديد هلا أولا مرة قدر وقفها ليش لأنه بديك تعتبر معك سلولير تقريبا تزع فيه شيء بتزبطي هالشيء بس أكيد هالشيء يمكن ضارب حده بلاكة صغيرة بتنتزع بعد فترة نفس الشيء وقت يعني لعننا السكر بالدم بيخضبت كتير أمور بجسمنا أهمة خلينا بلش نحن يعني في عنديك عدة أنزيمات يعني احنا بالمختبر اللي بيشتغل فيه بالجيمعة الأمريكية عنا مثلا بنركز أكتر شيء على مشو منسميه السترس بيعمل مثل بيفروز مواد بقلب الجسم اسمها السترس بيقلب الجسم أو المواد المؤكسدة هاي دي مننا لحالة بتخلي بعض البروتيينات والأنزيمات اللي بجسمنا يغربت عملا يعني حتى بيصير يقتل الخلايا الموجودة مثلا بالكلة الخلايا الموجودة بالجهاز العصبي ما بتعود تدفعه على المزبوط هول كلهم بيصيروا لأنه السكر غير بمستوى هالأنزيمات اللي بتطلع الأكسدة التفاعلية بقلب جسمنا بتغير غير قصص بنوصل لعدة أمور مش منيحة بالأعضاء كلهم تقريبا يعني برهننا إنه بالكلة عنا كتير انتزاع بالكلة من ورها بالجهاز العصبي هلأ عم نعمل استادي مع فرنسا مع شخص لبناني وعميد كلية بيوميديكل ساينسز بسوربون باريسيتي بفرنسا عم نشتغل على الجهاز العصبي تنشوف هيدول كيف بيتفاعلوا وبينزعوا بعض الخلايا اللي هي بتأمن الوظيفة السليمة لجهاز العصبي وعم نشتغل كمان عليها بالقلب هيدا الاسترس بيسبب هيدا الشيء الاسترس يعني الضغط اليومي هلأ فينا نسميه الضغط اليومي فينا نخليه نسبة السكر لأن ضغط اليومي أكيد بساهم هو اسمه لأنه خفنا بكلمة سترس هو الـ سترس سترس له نوع كتير مهم كنا عم نشوف صور بعتقد لفريق الأبحاث اللي عم بشتغل بالجامعة الأمريكية نحنا بنعرف شو هولي بالجامعية اللي بنني لدراسة أمراض السكر ياللي أسستوها كمان اللي أسسنيها هلأ وبعد اللي بيشتغلوا عنا بالله هيدا اللي عم نشوفه هلأ هو طلع أهم بيبر بجريدة عالمية لسنة الـ 2016 لمرأة قبل وبرهنا فيه أنه اللي عم نحكيه الـ Reactive Oxygen Species درنا نلاقي السورس طبعه يعني المصدر المصدر طبعه ودرنا وقفنا خففنا نسبة أمراض الكلا عند الحيوانات وعند بعض الناس لأنه بلشنا هلأ أبحاث سريرية بنسبة 40% نسبة عالية نسبة عالية أمراض الـ 40% وهيدا عم نشتغلوا بالتعاون مع جامعة بسان أنتونيو بتكساس وبجامعة بفرنس يعني دكتور بالمختصر أنتو بالجامعة الأمريكية وبالأبحاث اللي عم تشتغلوها عم بتجربوا وتخففوا من مضاعفات يلي بتنتج عن مرض السكري صح وبالتالي بتحافز بنسبة كبيرة على حياة الإنسان مضبوط براءة الاختراع اللي حكيتنا عنه تحت الهوى شو بيقول براءة الاختراع كمانا مرأة هوني هيدا الدم دايمن شي سنو نص حصلنا على الإذن إنه يقدر ينشر كبراءة اختراع لإلنا بقول إنه فيه مواد بيفرزها جسمنا وتيبلش يتخربها يعني أول ما يعلى مستوى السكر بالدم بيبلش يخربة قصص صغيرة للعيين ما بتبين يعني لأني إنسان معي سكري ما بحس فيها شي بس هاي القصص بتنفرز بالبول نحنا منقدر بتاست معين بلشنا هلأ أعملنا هاي براءة الاختراع وعم نحاول يعني نعمم ولأنه نحصلنا عم نشتغل مع الNIH بأميركا عليه إنه نقدر نكتشف قبل عشرة لخمسة عشر سنة فين نقول إذا هالإنسان المريض بالسكر حيأثر على قلبه السكر بعد فترة قبل غيره يعني إذا رح يعمل كريس كاردياك أو لو إذا رح يعمل أي اختلال عارض بالقلب عارض بالقلب قبل فترة كبيرة من ما تسير يعني قبل عشرة سنين تقريبا من ما تسير الخبرية وهون فينا نحنا يكون عندنا يعني بالمستشفى يتصير عندهم قدرى إنه يقدروا يعني يزبطوا هالخلل قبل ما يسير قديش فيهم يزبطوا كتير بس على القليلة بهيدا الموضوع عبتطولي له حياة لمرض السكر بياخدوا احتياطاتهم مثل ما بقول احتياطات قبل بكتير وبتطول له عمره أكتر بكتير من ما هو مفروض يكون يعني صراحة طيب شو اللي دفعك تتخصص بمجال الأبحاث عن مرض السكري يعني ما عم بتطبب بأنت بطريقة غير مباشرة عم بتطبب بالنيس بس أنت شغلك كل ما بالأبحاث نحنا بسنوش جد المجهول بيشتغل بالمختبرات الفكرة إنه نحنا قررنا إنه يعني وقت المريض يروح عند الحكيم أكتر شي في يعمل اللي هو موجود متاح بإيده هو هالإدوية اللي بتخفيف مثل ما قلت معدل السكر بالدم بس كل هالمضاعفات طيب شو بنعمل فيها موجودة يعني وليش من أن ننطرها تتجي ليش من أن ننطرها أنه عن جد يعني تأثر بعمر أي مريض معه بالسكر لأنه هيدا يعني ما قلت بالأول بيقتل قتل يعني وقتل كنت بأميركا اشتغلت مع شخص عملت مع شخص كتير هيك بيقدر البحث وشجعني يفوت فيه لأنه قال لي أنه أنت عب تشتغل على شي لهو لبعدين جديد يعني إذا ما حد رح يشتغل فيه إذا كل العالم رح تروح بس تضلطو في نفس الشغلة سكر سكر هيك بدك تعمل ما بعد فيه غير شي سوى نحن حبين نعمل توعية غير يعني لأدوية لقصص يعني السكر تعمت معالجته نا مش معالجته أو الحذ منه أو توقيفه نوعا ما بس في المضاعفات يلي ما حدا يشتغل عليها بشكل يعني بالنهاية الواحد من الأيام بده يبلش يشتغل عليها تايلة إيرادوها بالنهاية كيف لما نقول الجامعة الأمريكية عم تشتغل مع فريق العمل على هالأبحاث يعني بكرة الأبحاث رح تطلع من أكيب لبناني انتو عم تشتغلوا كمان مع أمريكا وفرنسا على الموضوع مثلا براقة الاختراع براقة الاختراع هي لبنانية 100% نحن بس تعملنا براقة الاختراع بلشنا نعمل تتوسعوا بالأبحاث الثانية فيك تعطينا بس مثل دكتور عن مضاعفات معينة يمكن هي الأبرز عند مريض السكري كيف عم تقدروا مثلا تحدوا منها أو تتكهن وانه مش تتكهن يعني أول مضاعفات بتجي هي المضاعفات اللي بتضرب العين الجهاز العصبي وبيرجع الكلوي بصاروا يسمون هلأ تريوباتي لأنه بيجوا مع بعضهم يعني نحن عم نشتغل على اتنين منهم صراحة المختبر اللي أنا بيشتغل فيه واللي أنا مديره نشتغل على اتنين نشتغل على الجهاز العصبي والجهاز الكلوي مثل ما قلتلك بالجهاز الكلوي صرنا متأدمين كتير صراحة يعني بلشنا هلأ اختبارات سريرية عمرضة على مثل ما قلت على تلاقينا الصورس اللي بتطلع على الرياكتف اوكسيجن سبيشيز بقلب الكلوي وبلشنا نوقفها يعني نعملها نزلها مستويها بقلب الجسم وهي ده أربعين بالمية من اللي بنسمينا نحن البروتينوريا أو البروتينيين اللي بنلقيها بالبول عند مريض السكر وهي كتير خطرة يعني ده لشتقل له انه كريويك بطل ميع نزلت بنسبة أربعين بالمية يعني قدرنا نقلب المرض بقلب يعني بعد ما كان الزلم المصاب فيه قدرنا نعكسه بنسبة أربعين بالمية وهي ده يعني عبر لك عن فترات يعني بعدين لتطوير عمر الكلوي عند المريض كتير طويل بس بمعنى آخر مثلا بما يخص العين وضعف النظر ممكن بعدين مريض السكر مش بالضرورة اذا تمت هالأبحاث مش بالضرورة يفقد نظره صح هيدا بدي أعرفه بالحاجة الشعب هلأ بالعين نحن بعد ما بلشنا نشتغل مشين هيك نحن أسسنا الجامعية لأنه نحن أشخاص مع أنه الإدري لد العاملة والقدرة المادية المادية كتير ألي مشين هيك أسسنا الجامعية اللبنانية لدراسة أمراض السكر يعني هالجامعية بتضم مش بس طاقة من الأيو بي الحبين صراحة أسسي تريسنت للجامعية حبين يكون مرض مرض السكر مثل قديش منهتم بمرض السرطان هون وفي كتير أبحاث السكر هو عن جد مرض كتير مهم صراحة يعني للأسف للأسف مرض كتير مهم وكتير مش مضوع عليه يعني حبينا من خلال هالجامعية أنه بأد ما في نطاط فكرية بأفكار كل الحبين يشتغلوا عمرض السكر اللابوراتورية الحبين نحن نقدر نساعدهم وحبين حتى نقدر نساعدهم ماديا بعد ما وصلنا لها الإدراب أسسنا جديد وهذا اللي عم نحاول نقطله نكون موجودنا مش بس كمانا للأبحاث يعني ولا للتوعي يعني في كير منظمات في لبنان تشتغل على هالأوضوعين نحن حبين عن جد نكون عم نوعي على الأبحاث إنه الأبحاث كتير مهمة بهالمرض حتى مشاريع وانين خاصة بالولاد اللي معهم سكر بقلب المدارس كيف يهتموا فيهم توعية الأساس كيف يتعاملوا مع مريض السكر اللي عندهم بصف هذي كمانا غير موجودة هذي اللي عم نحاول نعمله بالجمعية ندعم هالشي موفقين شكرا حضورك معنا دكتورة سبعيد السيزو بحث بأمراض السكر ومضاعفاته شكرا مرسي نحنا معك رح نختم حالتنا لليوم والختم رح بيكون مع التقرير الرياضي بكرة أكيد حلقة جديدة من أخبار سبعة الساعة سبعة ونص نحن نتمنى لكم بداية أسبوع حلوي ونشطة لقونا بكرة باي نادي بايرن ميونخ لكرة القدم وغالبا ما يعرف اختصارا باسم بايرن بالألماني بايرن مينشن هو نادي رياضي ألماني يقع مقره في مدينة ميونخ بمقاطعة بافاريا وقد اشتهر النادي عبر تاريخه بفريقه لكرة القدم الذي يعتبر أقوى وأكثر فرق كرة القدم الألمانية تتويجا بالألقاب حتى يومنا هذا حيث نجح النادي في الفوز بلقب الدور الألماني 26 مرة وبكأس ألمانيا في 18 مناسبة كما استطاع الحصول على خمس ألقاب لدور أبطال أوروبا كما أن بايرن يمتلك أكبر قاعد جماهيري في ألمانيا تأسس بايرن ميونخ في 27 فبراير 1900 على أيدي 11 لعب كرة قدم بقيادة فرانس جون وعلى الرغم من فوزه ببطولة الدور في العام 1932 فهو لم يتم اختياره ولا يلعب في أول مواسم البوندس ليجا بحلته الجديدة في عام 1963 في هذه العام شهيد النادي حقبته الذهبية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بقيادة نجمه التاريخي في فرانس بيكينباور حيث استطاع أن يفوز ثلاث مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا بين عامي 1974 و1976 واستمر تألق الفريق منذ ذلك الوقت وهو يعتبر حاليا أنجح الأندية الألمانية في العقد الماضي إذ أحرز خمس بطولات للدوري الألماني في آخر عشر سنوات أما آخر لقب أوروبي للنادي فبيعود لعام 2013 عندما فيز البايرن بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة بتاريخه بعدما تغلب على بروسيا دورتموند الألماني أما أبرز المنفسين والغلم التقليديين للبايرن فهن أنديت بروسيا دورتموند وميونيخ 1860 ونادي نورمبرغ على المستوى المحلي وريال مدريد ومانشستر رونايتد وإي سي ميلان على المستوى الأوروبي اقتصاديا البايرن هو النادي الأول على صعيد الإيرادات في ألمانيا والخامس على المستوى العالمي وفقا لتقرير ديلويت لأغنى أندية العالم المقدمة من قبل مجموعة ديلويت لخدمات العمال حيث وصلت إيراداته موسم 2014-2015 إلى 445 مليون يورو وملكية النادي تعود لأعضاؤه الذي يبلغ عدده 185 ألف ويمتلك البايرن 3202 نادي رسمي للمعجبين حول العالم حيث بالضم هذه الأندي حوالي 230 ألف مشترك يخوض البايرن مبارياته الرسمية منذ موسم 2005-2006 على ملعب الأليينز أرينا والذي يتسع لـ 71137 متفرج وكان النادي يستخدم ملعب ميونيخ الأولمبي منذ العام 1972 أما ألوان الفريق فهي الحمراء والبيضاء ويتميز النادي أيضا بشعاره الذي يحتوي على الألوان الرسمية لمقاطعة بافاريا ولا تقتصر نشاطات البايرن على كورية القدم فهو يمتلك فروع رياضي أخرى هي الشطرانج كورية الياد كورية السلي الجنباز البولينج وكورية الطولة يحتال بايرن المركز الثاني في ترتيب الأندي الأوروبي الصادر من قبل الاتحاد الأوروبي لكورية القدم وأولا في ترتيب الأندي الأوروبي الصادر من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وعصائيات كورية القدم البايرن تأسس على يد أعضاء من نادي ميونيخ 1879 للرياضة البدنية عندما اتخذت إدارة النادي في 27 فبراير من عام 1900 قرار يمنع لعبي كورية القدم التابعين لها بالالتحاق بالاتحاد الألماني لكورية القدم عندها تلك 11 لعب من قسم كورية القدم لنادي ميونيخ 1879 وقاموا ونفس النهار بتأسيس نادي بايرن ميونيخ لكورية القدم FC بايرن ميونيخ ولعب مباراته الأولى أمام نادي نورنبرغ في عام 1909 وخلال شهور قليلة استطاع النادي الحديث تسجيل انتصارات كبيرة على كل الخصوم المحليين ونجح في الوصول إلى نصف نهيئ دورة جنوب ألمانيا لموسم 1900 1901 وفي الموسم اللاحق استطاع الفريق الفوز بلقب الدورة موسم 1910 1911 اتحق البايرن بدولة الكريس ليجا المؤسس حديثا كأول دوري محلي بافاري لكورية القدم ونجحوا بالفوز باللقب في ذلك الموسم ولكن لم ينجحوا بحمل هذا اللقب مجددا حتى أتت الحرب العالمية الأولى وأوقفت كامل النشاطات الكروية في ألمانيا من دون أدنى شك باير ميونيخ واحد من أكبر وأعرق الفرق في أوروبا وله امتددات جماهرية في كافة أنحاء المعمورة باير ميونيخ يسعى دائما للفوز بالألقاب وتحديدا الدوري الألماني البندستيج والاستقطاب أعلى وأغلى اللاعبين والمدربين بالإضافة لأنه الفريق الأكثر تواجدا في بطولات أوروبا بشكل عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة